السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبات وطالبات التعليم الفني شعبة التعليم الزراعي الفرقة التانية بيسعدنا النهاردة يكون معاكم في تاني حلقات منهج اللغة الإنجليزية للترم الأول بعنوان منتجات زراعي الوحدة دي وحدة في كتاب المدرسة بتعرفك على المنتجات الزراعية الموجودة داخل مزرعتك أو معظم النشاط الانتاج الزراعي الموجود عندنا في مصر لو معاك الكتاب افتح على نفس الوحدة ونفس العنوان لو مش معاك راجع معانا بسرعة الكلمات المهمة وأنا تذكر مع بعض أهم الكلمات وبنشوفها بتيجي إزاي في الامتحام يلا مع بعض agriculture products اللي هو المنتجات الزراعية الكي فوكابلري اللي هي أهم الكلمات عندنا wheat potatoes, rice, sugar cane wheat are the main product is in Egypt the main product is for all people wheat we need wheat every day يبقى what does wheat mean براف معنى كلمة wheat اللي احنا بنحتاجه كل يوم بنحتاجه في الفطار وفي الغداء وفي العشاء معظم غذاءنا بيعتمد عليه اللي هو الأمح يبقى the main product المنتج الرئيسي أو the main crops اللي هو المحصول الرئيسي بنعتمد عليه بصورة جمدة جدا وبنحتاجه دايما طول السنة wheat wheat الأمح potatoes, 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 rice, ors sugar cane, برافو we need sugar cane to make sugar this product we need to make sugar هنعمل السكر من إيه؟ أيها برافو من أصب السكر يبقى وهيت الأمح potatoes, 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 rice, ors sugar cane اللي هو أصب السكر onions, البصل peanuts, المكسرات beef, اللحوم الأساسية من المنتجات الزراعية exportis الصدرات بتاعتنا yield yield اللي هو الناتج المحصولي اللي بنوصله والهدف الرئيسي لكل مزرعة إن هي improve its yield بتحسن إيه الناتج بتاعها أو بتزوده بكل الإمكانيات crops المحصيل feeden الأفدينة الزراعية هنقولهم مرة تانية exportis إنت هتصدر إيه الصدرات بتاعتنا yield yield اللي هو الناتج المحصولي أو الإجمال النهائي للمنتجات سواء كانت حيوانية أو نباتية أو زراعية crops المحصيل feeden الأفدينة الموجودة أو المستصلحة أو المزروعة بالفعل nutrition التغذية الصحيحة vitamins الفيتامينات fat الدهون carbohydrates carbohydrates healthy and unhealthy كان في الوحدة دي بيتعرض للمنتجات الزراعية بصفة عامة وخد جزء من المنتجات وكان بيعمله تصنيف معين اللي هو healthy food and unhealthy food healthy اللي هو الطعام اللي انت دايما مفروض تكله كتير جدا الطعام الصحي healthy food طعام صحي unhealthy food طعام غير صحي وده هيكون نقطة مهمة جدا في الوحدة اللي هو what do you do to be healthy هتعمل ايه علشان يكون طعامك صحي and what is unhealthy food to avoid it وايه الطعام غير الصحي اللي احنا المفروض نتجنب الريدنج ده اللي هو موضوع القراءة اللي في الكتاب عندك بنقرأه بالتفصيل وبنترجمه طيب ليه يا مستر احنا هنقرأه وهو اصلا موجود في الكتاب لان في الامتحان بنجيب read the passage بنقرأ القطع and answer the question القطع دي هيجيبها منين هيجيب احد نصوص الكتاب يبقى انت ممكن القطع اللي بناخدها في كتاب الوزارة وبنقرأها مع بعض او خدتها في الفصل دايما انت حطها في نصب اهتماماتك لان ده موضوع اساسي في الامتحان وعليه اسئلة كتير read and answer a from the text وجاوب من النص يلا مع بعض نشوف الريدنج بتاعتنا are you healthy ده سؤال مهم جدا بسأله لك اهو are you healthy are you healthy يعني هو انت صحي بتحب الاكل الصحي طعامك غذائك يومك انت صحي or not unhealthy student book page 13 ده في كتاب المدرسة صفحة 13 بيقولي the first rule is always eat breakfast يعني ايه the first rule القاعدة الاولى اللي حطيناها عندنا في الكتاب وفي الوحدة الرئيسية is always be or always eat breakfast always means دايما يبقى انا عندي هنا اصلا imperative فعل في الامر do always do that يعني دائما افعل ذلك طب عكسه always ايه لو جالي في الامتحان يقولي never never do that اياك ان تفعل ذلك يبقى انا عندي في العادات الصحية السليمة هاختار الفعل always يعني دائما يبقى you should always do that انت لازم دائما تعمل هذا الفعل بدأ بالfirst rule القاعدة الاولى والmain point of the text الفكرة الرئيسية بتاعت الناس always eat breakfast eat breakfast eat يعني اكل وbreakfast الفطار يبقى دائما تناول الافطار بتاعك يوميا don't go out without your breakfast او عتخرج من البيت من غير فطار ان احنا بحتاجين الطاقة دايما لما بتقوم من نوم او هتبدأ عملك او هتروح مدرستك بيكون في اضرار صحية هنشف مع بعض في النص ونشوف فوايد الافطار يبقى the first rule is always eat breakfast it is very important to start your day with enough energy it is very important to start your day with enough energy نشوف مع بعض في الترجمة كده it is very important يعني مهم جدا to start يعني تبدأ your day ابدأ يومك with enough energy بطاقة كافية لازم يكون في جزء من الطاقة الجسم بيحتاجه سواء فطار سريع سواء بعض السكريات بعض الفواكه لكن go without eating it is bad for you يبقى كده مأكدين مع بعض always take breakfast why I take breakfast حيانا في الامتحان يقول لك why from the text هالدليل على importance of the breakfast اهمية الفطار because I need some energy انا محتاج بعض الطاقة اللازمة لحركة اليوم او الذهاب للعمل للمذكرة للاستيقاظ يبقى I need this energy from where you take your energy هجيب الطاقة دية منين الالة بنعمل لها plug in in electricity بنوصلها بالشحب لكن انتا take your energy from healthy food بناخد الطاقة دايما من الطعام so it is important it is very important for you to start your day تبدأ يومك with breakfast نكمل مع بعض research shows that people who eat breakfast are healthy work hard and have less problems with their hurts they also feel less tired than people who don't eat breakfast research الباحسين اكدوا في البحس بتاهم والبحس اللي معانا بيثبت shows that shows that يثبت ان people who eat breakfast الناس اللي بيتناولوا طعام الافطار are healthy صحيين work hard عندهم القدرة انهم بيشتغلوا بجب and have less problems وعندهم مشاكل اقل with their hearts with their hearts في القلب يبقى القلب بيتعرض لمشاكل اقل زي ما قال الباحس for people who always eat their breakfast للذين يتناولون طعام الافطار يبقى انا عندي هنا ثلاث ميزات مهمة for people who take breakfast ممكن في الامتحان يجيب السؤال على هيئة choose اختار الاجابة الصحيح people who eat breakfast الناس اللي بتتناول طعام الافطار have many problems have many problems or have less problems many problems يعني مشاكل متعددة طب هو في المصر هاو less problems عندهم مشاكل اقل من من اقل من الذين ايه don't eat breakfast لا يتناولون طعام الافطار طيب الميزة التانية for people who eat breakfast they are able to do hard work عنده القدرة انه يشتغل حتى لو كان العمل صعب او محتاج قدرة بدنية كبيرة he is able better than who doesn't take his breakfast يبقى الانسان اللي تناول الفطار هو افضل من غيره اللي ما تناولش الفطار بنكمل مع بعض في الريدينج they also feel less tired than people who don't eat breakfast they يبقى زي هنا عيد على مين ممكن في الامتحان يحط تحتها خط ويقولك الكلمة دي تعود على مين على الفارمر على البيبل who eat breakfast والبيبل who don't eat breakfast لا طبعا هتعود على اللي بيتناول الفطار بيقول they also feel less feel يعني يشعر less tired than people who don't eat breakfast بايما ما بيحسش بالتعب أو ما بيحسش بالمعاناة زي الذين لا يتناولون طعام الافطار بيكمل الكاتب في القطع فبيقول breakfast is also important for students students who eat breakfast often get higher grades in exams it is also important to eat the right things for breakfast هنا الكاتب بينتقل لمرحلة تانية ونوعية تانية من الناس اللي هم students فبيقول breakfast is also important for students students اكتو الله students who eat breakfast often get higher grades in exams higher grades يعني تأديرات أعلى ودرجات أعلى في الاختبارات it is also important to eat the right things for breakfast يبقى هنا الكاتب بيحبت قاعدة جديدة على وجهة نظر الباحث ومسؤولية الباحث على العين اللي أجراها اني breakfast is important for all students لكل الطلاب بيأمرهم اني take breakfast وكمان قال ان people who eat breakfast take more bitter grades عندهم higher grades بيقدر يركز أكتر في الامتعان ويكون يجيب درجات أعلى على عكس الناس ما بتعتقد ان انت لو نزلت ايه من غير فطار هتركز أكتر لا البحث بيقول نتيجة غير كده ان انت لو متناول فطار صحي وواكل وعندك جزء من الطاقة you will take higher grades اوكي هتركز أكتر وهتحل أحسن بإذننا cakes and biscuits don't make healthy breakfast try to eat plenty of high fiber bread dairy products and fruit cakes and biscuits don't make healthy breakfast try to eat plenty of high fiber bread dairy products and fruit دخلنا في تحذير جديد الكاتب بيقول cakes and biscuits البسكوت اللي احنا بناكله don't make a healthy breakfast ده مش فطار صحي ده ممكن يكون شيء ضار ليك try to eat plenty of plenty of يعني كسير من high fiber bread الالياف الموجودة في الخبز dairy products المنتجات الألبان and the fruit the second rule القعدة التانية after you should eat healthy food تناولنا أهمية healthy food وحذر الباحث people who don't eat early واستخدم كلمة always ودايما شود يعني يجب للنصيحة والوز يعني دائما بيقول في القعدة التانية second rule هينصحنا بإيه تاني drink enough water drink enough water آه يعني اشرب مية بدرجة كافية to keep your body working properly drink enough water شرب الماء الكافي to keep your body working properly بيجعل الجسم يعمل بصورة دقيقة keep keep means go on بيستمر أو يحافظ your body على جسمك working properly في العمل بصورة جيد the third rule القعدة التالتة اللي في النص eat lots of fruit and vegetables to protect your body against meaning serious illness eat lots of fruit and vegetables to protect your body against meaning serious illness eat يعني يأكل وبدأ بفعل أمره زي ما احنا قلنا imperative فعل الأمر يعني ايه imperative يعني أنا بدأ الجملة بتاعتي بinfinitive verb الفعل بيكون في المصدر من غير أي إضافات لما بقول study hard زاكر بجد do your homework اعمل الواجب eat healthy food كل طعام صحي drink enough water اشرب ماء كافي يبقى أنا بدأت sentence بتاعتي هنا بverb الفعل ده بنسميه imperative وما عندي ناش خالص في الإنجليزي جملة تبدأ بفعل إلا جملة الإيمبرative طيب لو أنا عايز أنفي الفعل ده أحط الجملة دي negative هجيب don't don't before the infinitive give you the negative of imperative don't before infinitive ركز عليها don't before infinitive يعني don't قبل المصدر give you the negative of imperative هتديك نفي الفعل الأمر يعني لما بقول eat healthy food كل طعام صحي على طول لما أعمل العكس أقول don't eat don't eat unhealthy food أو أتأكل طعام غير صحي لما بقول eat some fruits لازم تأكل بعض الفواكه يبقى don't eat junk food ما تأكل طعام junk اللي هو chips biscuits chocolate all of this are unhealthy food يبقى أنا دايما هدي negative بزي أجيب don't وبعدها الفعل في المصدر وبس ما ينفعش أبدأ القملة doesn't وأقول doesn't eat ولا didn't eat لا يبقى احنا نركز يبقى احنا نركز في المصدر infinitive without any addition مصدر من غير أي إضافة فيه drink play go stay stand ده اسمه فعل الأمر طب هام في الفعل الأمر هجيب don't مع الفعل في المصدر واضحة دي يلا كده بسرعة نشوف في النص مع بعض بنقول eat eat loads fruits of fruit كل كسير من الفواكه and vegetables والخضروات to protect protect your body علشان تحمي جسمك against many serious illness ضد كسير من الأمراض الخطيرة against يعني ضد many يعني كسير من serious illnesses الأمراض الخطيرة fruits and vegetables contain carbohydrates fiber vitamins minerals and low in fat why fruits are important بينتقل لأهمية الفواكه زي ما أكد على أهمية الفود بصفة عامة بيؤكد على importance of fruits الفروت and vegetables الفواكه والخضروات ما لهم contain carbohydrates فيهم نسبة carbohydrates fiber الياف vitamins vitamin minerals اللي هي المعادن and low in fat low in fat و قليلة الدسم أو نسبة قليلة من الدهون كده احنا شفنا مع بعض نقطة reading وأهمية القطع دي تماما في الامتحان وتقررت في سنوات كتير ان هو بيجيب البسج دي مخصوص بتتكلم عن الهلسي وانهلسي ويقول سواء كنت هتختار أو هتحط الإجابة الصحيحة فعلشان كده احنا بنحط قدامك الكلمات وأهم الأفكار دايما عنشان نكون حفظنا وجهزين ان شاء الله للإجابة عنها في أي سؤال طيب بعد ما خدنا الكلمات بننتقل على طول الجزء التاني اللي هو grammar rules والgrammar rules زي ما احنا عارفين القواعد كأنك انت بتدرس عربي وبتاخد قواعد النحو فبرضو في الإنجليزي بندي grammar rules وبتشترك معاك في سؤال مهم ان انت هتختار أو لما ييجي يقولك اكتب في موضوع الرايتنج لازم تلتزم بالقواعد الموجودة عندنا في الجرامر الجرامر بتاعنا اليوم هيكون عن present continuous tense present continuous tense يعني زمن المضارع المستمر حد يقول المضارع البسيط لا المضارع البسيط ده كان في الوحدة اللي فاتت لكن النهارده احنا عندنا present continuous يعني ايه present continuous tense واضح جدا من الاس اللي هو المضارع المستمر علشان ما نعملش mix وما نخلط بينهم المرة اللي فاتت كنت بناخد البسيط النهارده بناخد ال-continuous continuous يعني ايه طيب احنا هنستخدمه ليه ال-continuous ده اه for express about actions now بيعبر عن احداث تحدث اثناء الكلام الان what are you doing انت بتعمل ايه يبقى السؤال ده مش present simple السؤال هنا في ال-present contents في المضارع المستمر لو انا قلت دلوقتي انا باكل بشرب بسمع البرنامج حاطت سمع بوداني بسمع listening music يبقى ده اسم real action حدث يحدث الان يبقى انا بوصف اللي انا شايفه قدامي او سمعه بوداني يبقى انا هنا present continuous طب هيتكون من ايه مستر ال-present continuous هيتكون من الفاعل اللي هو subject وبعد الفاعل بنجيب am او is او are am او is او are ده اللي هو verb to be in present وبعد am او is او are هجيب الفعل plus ing هقوله مرة كمان الجملة بتكون فيها subject بعد subject verb to be بعد verb to be verb plus ing يعني مثلا am دي معناها يكون هتاخد ايه من الضمائر يعني اقول مثلا they am او اقول we am لا طبعا هقول i am وبعد ما اقول الفاعل و am يبقى محتاج ايه verb plus ing to express about now اللي انا بعمله دلوقتي at the moment i am speaking to you now انا بتكلم ليك الان يبقى i am اوكي talking with you اوكي يبقى هنا الفاعل ايوه برافو i am watching tv يبقى فين السبجكت اللي هو ال i وحطيت am اللي هو verb to be وجبت ال verb plus ing i am i am watching tv انا اشاهد التلفزيون الان sorry we are studying english ايبقى هنا subject جديد هو we ال we we are studying english نحن ندرس الانجليزية او نذاكر الان لغة انجليزية they هم they are playing football هم يلعبون كرة القدم الان طبعا she is drawing هي ترسم he is doing homework now يبقى لو انت تلاحظ معايا في كل الامثلة دي الفعل كان فيه ايه i n g وكان قابله am او is او r طب هو انا امتى مستر بقى احط am او is ou r عشان انا نسيهم the am مع i وبس يبقى الفاعل i always takes am i am طب ال is اه مع he و she و it يعني هقول he is she is it لغير العاقل is وبعد يهم احط الفعل plus i n g ال r طبعا الاخيرة اللي باقي ايه معانا we يعني نحن و they يعني هم و you يبقى you we they انت و نحن و هم هتاخد r وبعد ال r نحط الفرب plus i n g لو كان الفعل ده اخر e زي كلمة مثلا write الفعل write ده اخر e مني عافز بال write r w bravo r i t e يبقى اي فعل اخر e تحزى في e before you add ing ing هتشيل حرف e وتحط ing مع am is or r علشان نستخدم زمن ايه ايوه مستمعك bravo ال present continuous tense وال present continuous tense يعبر عن احداث تحدث الان من الكلمات المشهورة اللي بتدل على الزمن كلمة زي كلمة now شايف هنا في المثال اهو بقولك he is doing homework now الان او ممكن نقول at the moment في هذه الان اللحظ واحيانا تيجي كلمة look look ويكون بعدها مكتوب علامة تعجب في الجملة يبقى ده فعل امر وهيجي بعده present continuous او اقولك listen يعني ايه listen اسمع يبقى في حد بيسود في حد بيتخاني في حد بينادي يبقى انا بلف اتنظرك لحدث يحدث الان يبقى now الان او at the moment في هذه اللحظة او look واكتب بعدها exclamation mark علامة التعجب علشان ايه يبقى الجملة مفهومة او listen before exclamation mark وبعدها present a continuous ممتاز نشوف مع بعض السؤال بنقول farmers feeding cows farmers feeding cows الفلاحين feeding cows يطعمون الابقار يبقى فين الفاعل يا مستر انت عمل تقول اي وهي وشي وإت لا طبعا انا هنا جبت كلمة ايه farmers اللي هو اسم يحل محل ايه ذي يبقى farmers is ولا farmers are ولا farmers am ولا farmers do الفعل في ايه يبقى do دي اول حاجة كده خطأ تماما مش هينفع تجيب do مع فعل في ing يبقى اللي بينفع is او am او are هبص للفاعل بتاعي طالما هو جم يبقى اختار are واقول farmers are feeding cows farmers are feeding cows يبقى الفلاحين يطعمون الابقار stop and check هنا مقططين مهمين جدا هنخلي بالنا منهم في الجملتين دول علشان نميز ما بين الزمنين اللي هو present simple والpresent continuous يعني باختصار بنميز ما بين grammar الوحدة الاولى وgrammar unit 2 الوحدة التان نركز في المثال وعايزك انت تستانتيج what is the difference الفرق ما بين الاتنين in the meaning مين يقول لي الجملة الاولى في اي زمن present simple ولا present continuous وليه مين الشاطر ايوه farmers grow grow يعني بيزرع الفلاحون wheat in Egypt هنا دي جملة حقيقة سبت الفلاحين بيزرعوا امح في مصر فين فعل الجملة مين الشاطر الverb grow grow يعني يزرع grow wheat بيزرع القمح in Egypt تبقى انا كده بتكلم عن صفة من صفات الفلاحين في مصر صفة من صفات المحاصيل صفة من صفات الخريطة الزراعية جبت جملة بتعبر عن fact حقيقة طيب الجملة number two farmers are growing onions now في هنا ing وفي r يبقى الجملة التانية present continuous والجملة الاولى present symbol طيب انا يا مستر وانا بكتب هحط هحط امت ال present symbol وامت ال present continuous اتفقنا ان ال present symbol express about your facts and habits العداد بتاعتنا والتقاليد الجملة انها سبتة بتكون present simple يعني بتقول i get up early انا بستيقظ كل يوم بدري دي عادة ولا مش عادة عادة لكن لو عادتك انك بتستيقظ متاخر والنهاردة بس صاحي بدري فهتقول i'm getting up early today انا صحيح بدري جدا النهاردة because anything كان فيه اي سبب معين الان we are watching tv دلوقتي احنا بنتفرج على التلفزيون علشان نتابع الحلقة والبرنامج بتاعنا لكن مش كل يوم في نفس التوقيت انا قاعد بسمع التلفزيون لكن لو انت بتسمع التلفزيون كل يوم في time سابت يبقى i watch tv at night انا اشاهد التلفزيون ليلا يبقى كل يوم بالليل دي عادة عندك لكن النهاردة بس يبقى i'm watching tv now i'm watching tv at the moment يبقى كده البرزنت سيمبل بيعبر عن عداد وحقائق شبه دائمة اما البرزنت كونتينيوس بيعبر عن اشياء تحدث الايه الان وكأنها شيء مؤقت مش دائم مش بعمله على طول زي مواضح قدامنا في المسال بنوصل للجزء الاخير في الحلقة بتاعتنا وبيكون هو الجزء الاخير كمان في الوحدة work with your english work with your english الجانب ده القرنر ده في الكتاب معمول ليه علشان انت تستفيد من الوحدة ايه في حياتك اليومي اللي هو speaking corner corner الحديث او جزء الحديث بيجيب في الجزئية دي في الكتاب عبارات وحوارات معينة انت تستخدمها في حياتك اليومي وانا بأكد دايما ان ده اهم جزء في الوحدة انه هو how i use what i have learned ازاي بتستخدم اللي انت اتعلمته انت مش بتتعلم بس الانجليز عشان تحط في الامتحان واجيب درجة وانس لا انت بتحتاج الكلام ده في حياتك العملية واليومية وفي شغلك ودايما في مستقبلك يبقى work with your english اشتغل بالانجليزي بتاعك اللي تعلم هنشوف مع بعض المحادسة دي بيقول good afternoon mr. aحمد to الوفاء فارم اه كان جاي في الامتحان بيجيلي conversation محادسة او dialogue بين اثنين ويقول لي complete the dialogue كمل انت ال dialogue من عندك او complete this question كمل الاسئلة يبقى انا هنا بيقولي good afternoon good afternoon يعني تحية بعد الظهر good afternoon mr. aحمد welcome to الوفاء فارم زي ما شفت كده لما رحبنا به بيرد علي التحية فبيقول thank you so much اشكرك جزي طيب بيكمل الحوار معاه بيقوله is this your first time in ايجبت دي اول مرة ليك في مصر ممكن تسأله السؤال بطريقة تانية ونقول is this your first visit in ايجب هل دي اول زيارة لمصر بدأنا السؤال بفرب to be is this هل هذه اول زيارة لمصر شوف الرد بيكون ايه فبيقوله yes it is i can't wait to see all the great sites yes it is ايوه هي فعلا اول زيارة لي في مصر i can't wait to see all the great sites يعني مش عندي وقت كفاية اني استمتع بكل great sites great sites المشاهد او المعالم السياحية الموجودة في مصر نقول العبارة مرة تانية i can't wait to i can't wait to لا استطيع الانتظار وبعد to بييجي دايما الفعل in infinitive الفعل في المصدر or to see يعني يرى all the great sites جميع المشاهد السياحي فبتقوله ايه على طول i hope you you restate احيانا في الامتحان يجد لك العبارة زي كده بالضبط ويقول لك كمل يبقى هتكمل بايه i hope you enjoy your stay انا اتمنى لك تستمتع بالاقامة بتاعتك i hope you a nice trip a nice visit in in ايجبت فبيقوله would you like something to drink وهنا بينتقل معانا في الحوار انه يشرح لي ازاي اعرض على حد مشروب او طعام او خدمة من الخدمات هبدأ بكلمة would you like would you like هل تحب ويجي بعديها اسم الشيء اللي انت بتعرضه would you like something to drink تحب بتشرب اي حاجة ممكن اقوله would you like something to eat تحب بتاكل اي شيء ده اللي ممكن يكون موجود في الامتحان اللي هو would would you like زائد to والفعل في المصد لكن انت في كلامك العادي ممكن تقول would you like some juice some water some tea some sugar عادي مش لازم تبقى ايه مش الستركشور ده بالظبط لكن في الامتحان لازم نقول would you like plus two plus a infinitive would you like something to drink هل تحب ان تشرب شيء يبقى لما بعرض عليك تاكل او تشرب او نعمل حاجة يبقى انا كده اقتراح مطلوب من حضرتك تعمل الرب او الاجابة على السؤال طيب لما اقترح بطريقة تانية اقول ايه how about how about الفرق يا مستر بينها وما بين would you like how about لازم يكون بعدها الفرب plus ing how about having lunch here كانوا بيعزموا عليه يتغدى عندهم في المزرعة فاستخدمنا how about وبعد how about لازم الفرب plus ing how about having lunch here ممكن تتغدى معانا هنا في المزرعة فرد على طول وقال ok it is a good idea او انها فكرة جيدة او ممكن نقول ok it sounds good يبدو الامر ايه لطيفا او رائعا يعني انت موافر وبكده بيكون احنا وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة وبنفكرك بموضوعات اللي احنا تنقشنا فيها في الحلقة كنا بنتكلم عن agriculture product المنتجات الزراعية واهم المنتجات الزراعية الموجودة عندنا في مصر وتعرضنا بعد كده للبحث عن اهمية eating your breakfast and healthy food ان اهمية انك تناول الطعام مبكرا قبل ما تنزل واحتياج الجسم for energy وبعد كده انتقلنا الى الجرامر بتاعنا اللي هو present continuous زمن المضارع المستمر وشوفنا الفرق ما بين المضارع المستمر ايه والمضارع البسيط and how to use this and that وازاي نستخدم ده وده وامتى هنكتب الجملة بدا وبدأ وانتقلنا كانت في النقطة الاخيرة انه هو how to speak to others ازاي بتتكلم مع الاخرين and how to meet others and welcome them بنحييهم وبنرحب بيهم زي ما شفنا الحوار في مزرعة الوفاء ما بين مستر احمد مدير المزرعة والسائح وبكده بيكون انتهينا النهاردة من حصتنا اليوم وحلقتنا نتمنى لكم لقاء جديد ان شاء الله ومتجدد مع اطلب تمانيات وثمانيات اسرة البرنامج لكم بدوام النجاح والتوفيق with my best wishes and goodbye thank you for watching اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة